السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشروع بتاعنا اللي هنشتغل عليه نحصل الدراسة الثانية هو اسمه تكنو سيدي تكنو سيدي بحيث ان الطالب هيختار اسم المدينة معينة وبالفعل تم طالب اختيارها وكتابة اسم المدينة عنده في الكتاب بتاعه والمدينة اللي هيختارها دي هو اللي هيبدأ يعمل عليها المشروع بتاعه فكانت اول مهارة ان انا عايز اغير كلمة سيتي اللي موجودة في كل شريحة عندي انا عندي هنا كلمة سيتي انا عندي هنا كلمة سيتي في نفس الكلام كل شريحة موجودة عندي في كلمة سيتي موجودة في الشريحة بتاعي انا دوري ان انا عايز اغير كلمة سيتي دي لاسم المدينة اللي موجودة عندي في الكتاب بتاعي او اسم المدينة اللي انا اختبتها طبعا هيكون من الصعب جدا ان انا احدد زي ما انا تعلمنا زي نحدد احدد كل كلمة واكتب اسم المدينة اللي انا مختارها هيكون من الصعب جدا ان انا امر على كل شريحة طبعا عندهم شدة شرائح بس هيكون سهلة شوية بس نتخذ ان انا عندي 60 شريحة او 50 شريحة هيكون الامر صعب طيب انا دلوقتي في طريقة سهلة جدا ان انا اغير كل الكلمات الموجودة عندي في الشرائح كلها مرة واحدة اول حاجة عندي ان انا بروح لصابحة الرئيسية او لو هي باللغة الانجليزية اسمها كلمة هوم وبتكون هنا في المكان ده بعدين بروح على استبدال و لو هي بالانجليزية هلقاها ناحية تانية هنا اسمها replace بنفس الشكل اضغط عليها اكتب فوق هنا في الخانة الموجودة فوق ابحث عن ايه ابحث عن الكلمة اللي انا اريدها اللي هي city طيب انا اريد ان اغير الكلمة اريد ان اغيرها للكلمة اللي انا اختارها او اسم المدينة اللي انا اختارها اراح على استبدال اضغط هنا واكتب اسم المدينة اللي انا مختارها بعد ما بكتب هنا كلمة city اللي موجودة في الشرائح وبكتب تحت هنا كلمة ايجبت اللي انا عايزها او اسم المدينة اين كان اسم المدينة اللي انا عايزها المدينة اللي انا محتاجها او عايز اغير لها بعدين بضغط على استبدال الكل او replace all replace all او استبدال الكل ومجرد ما بضغط عليها يقول لي اللي قد بحثنا في العرض التقديمه وتم اجراء ثمن استبدالات طب عندك باللغة الانجليزية هيترجمها لك انه تم استبدال ثمن استبدالات او تم تغيير ثمن استبدالات اللي موجودين عندي في الشرائح ومجرد ما اضغط موافق وبعمل X كده اروح على كل شريحة خلقها فعلا اتغيرت بالشكل اللي انا كتبه او اسم المدينة الجليلة اللي انا كتبه وكده يبقى احنا تعلمنا ازاي ان انا اغير او اعمل استبدال لكلمة موجودة عندي في المشروع بتاعي او العرض التقديمي بتاعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته